أسعد الله ومساكم مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم إلى برنامج تساؤلات هذا المساء الحديث مشاهدين عن اللقاء الجامع المرتقب قريباً للأحزاب السياسية من أجل تكوين جبهة داخلية متماسكة الحديث عن الأحزاب السياسية التي ثمن تسلوب الحوار الذي كرسه وسيد رئيس الجمهورية والذي يهدف لبلورة رؤية شاملة لتوحد الصف الداخلية الحديث كذلك مشاهدين عن الجزائر التي أصبحت فعلاً رقم محوري ومهم في السياسة الدولية العديد من النقاط لا تسعد بمناقشتها مع ضيفي في البلاطو بداية بالأستاذ أبو بكر أحمد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب الأرندي أستاذ مساء الخير أهلا وسهلا مساء النور أستاذ محمد شكراً جزيلاً على الدعوة الكريمة شكراً جزيلاً لك أسعد باستضافة الأستاذ أفتني منار دكتورة في القانون مساء الخير أهلا وسهلاً بك أستاذ مساءكم سعيد والأستاذ المشاهدين وسكر وشكراً أيضاً على هذه الاستضافة الكريمة شكراً جزيلاً لك البداية ستكون بك أستاذ أبو بكر أحمد سيد رئيس الجمهورية أعلن بأنه سيكون فيه لقاء شامل قريباً خلال الأسبوع القليلة القادمة للأحزاب السياسية حول مبادرة لما أشمل كسؤال أول أستاذ أحمد سيد الرئيس كان باشر سلسلة لقاءات واستقبالات لعدد من قادة الأحزاب السياسية هنا في الجزائر السيد الرئيس الذي كما قلت في البداية كرس أسلوب الحوار منهج التشاور مع الأحزاب السياسية كلها تصب في رؤية توفقية في نهاية تخدم المصلحة العليا للبلاد نعم أخي محمد مشكور مجدداً على الاستضافة نقول جزائر الشهداء لنفخروا بها ورانا في شهر كبير وشهر عظيم شهر ماي منذ أيام مرت علينا ذكرى مجازر الثامن ماي وين ذكرتنا بالشهداء الأبطال لقدموا دماءهم من أجل الوطن ورانا عاشية الاحتفال بيوم الطالب 19 ماي لذكرنا أيضاً بتلك الأيام التي ترك فيها الطالب الجزائري مقاعد الجامعة ومقاعد دراسة والتحق بالجبال مشكلاً صورة رائعة من صور التلاحم الشعب الجزائري من أجل تقرير مصيره وافتكاك حرياته واستقلاله واليوم الحمد لله رانا ننعم بالاستقلال وبالحرية في زخم الجزائر جزائر العزة جزائر الجديدة عودة إلى سؤالكم أخويا محمد سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ربما هذه المبادرة هي تندرج في إطار الـ 54 تعهد التي كان قطعها السيد الرئيس خلال حملته الانتخابية ولم الشمل والحوار ما بداش اليوم في كل المحطات التي مضعت بداية من تعديل الدستور إلى الانتخابات الشريعية إلى المحلية كانت فيه جلسات للتشاور والحوار وهذا يندرج ضمن لب برنامج السيد الرئيس وهذا أحد المحاور وليزاكس ليخلونا جميعا نستبشروا خير ونعرف بإذن الله بين الجزائر في سكة صحيحة لأن طريق الحوار وطريق التشاور هو الطريق بإذن الله ليخلينا نمنميز النقص الإختلالات والنقائص والأخطاء ويخلينا نتوحدو على ما هو أصلح وما هو أهم سيد الرئيس يعني فعلا سيكون لقاء جامع ولكن قبل هذا اللقاء الجامع انطلق رجاف وبدأت اللقاءات مع كثير من قيادات الأحزاب بما فيها أحزاب التحالف الرئاسي أو الأغلبية الرئاسية وبما فيها أحزاب معارضة وهذا يأكد على النظرة الشاملة التي تشمل الجميع وتلم الجميع والذي يثني ويفرح في هذا المبادرة أن كل اللي التقاهم سيد الرئيس مباشرة وسمعناها جميعا في تصريحاتهم بينهم سيد الأمين العام طيب زيتوني سيد الأمين العام الحزبنا حزب الأنندي الجميع اللمسة تلك الإرادة الصادقة لأننا نحكم كل تصريحات إجماع بأنها إرادة صادقة لما نتكلم على إرادة صادقة معنا 50% من المشوار قطعناها حتى نسكروا باب لأننا نقولوها بدون شعبوية الجزائر مستهدفة وعننا الكثير خارجيا وبعض للأسف نقول اللي راه مغرر بهم داخليا كل ما هو فيه باصيس أمل وباريق يسودوه ويحطوه قال لك هذه مناورة سياسية المناورة السياسية يديرها اللي راه في موقف ضعف ما يديرهاش ما يديرهاش لي في موقف قوة سيد رئيس الجمهورية راه سياسيا بعد استكمال البناء المؤسساتي والصرح بكل ثقة بكل شفافية وبكل ديمقراطية حتى أعداء الوطن ما قدرواش يهزوا ملاحظات مولفين يقولوا كي ما يلقوش يختلقوا ما يلقوش يقولوا الحمد لله ولكن احنا دعوة الرئيس إلى لم الشمل دعاها إلى بلدان جوار قبل وبلدان فيها مشاكل على غرار إخواننا في ليبيا أنه يلموا شملهم ويكونوا مجتمعين فلا غرابة أنه تكون هذا الدعوة لأبناء الوطن أبناء الجزائر لأنه فيه مخاض سياسي فيه صراع فيه كنقول صراع نرجع ونقول بأنه الجزائر مستهدفة مستهدفة في أبنائها وكانت فترة سابقة ربما خلت البعض بعض المفاهيم السياسية وهذه السياسة على كل حال فيها خلاف رأي فيها كده فيها كده ولكن كاللي في محطات سابقة ربما خداء واحد المنعطف سنتحدث عن هذه الجزائية لأنه في العالم يعيش العديد من التوترات العديد من الأزمات وفيه تحديات كثيرة يعني عالمية وحتى تواجه الجزائر سنتحدث عن هذه النقطة المهمة بذات أبو بكر أحمد أسدفتني منار كما قال الأستاذ يعني من خلال تلك المشاورات والاستقبالات لبشرها السيد الرئيس من خلال كل قادة الأحزاب السياسية الذين أكدوا وشددوا أنه لمسوا إرادة صادقة من قبل السيد الرئيس وحتى حرص السيد الرئيس على الإنصات والتشاور حول كل قضايا سواء الداخلية وحتى الخارجية يعني تم تكريس هذا الأسلوب عندما نتحدث عن أسلوب الحوار وكذلك منهج التشاور مع الأحزاب السياسية مع المجتمع المدني مع الشخصية الوطنية بسم الله الرحمن الرحيم أولاً يجب أن نشير إلى أن السيد الرئيس قد باشر التواصل هذا ما عهدناه عليه وتميز به منذ وصوله إلى سدة الحكم على أنه يتحاور بشكل دوري مع أسرة الصحافة حتى ينقل كل إنشغلات الدولة ليشرك فيها المواطن الجزائري باعتباره أنه مصدر كل السلطات وفقاً للمواد الدستورية إضافة إلى أنه أيضاً كلما كانت المناسبة والواقع يفرض نفسه فهو أيضاً يدعو الطبقة السياسية يدعو النخبة يدعو الطبقة التي تهتم بالشأن العام إلى أنها تفعل حقيقة وإياه الديمقراطية التشاركية وهذا مهم جداً لأن الإنفراد بالسلطة والإنفراد بالتسير والإنفراد بالحكم هو ما جعلنا ربما نقع في الأزمات التي وقعنا فيها سواء كانت سياسية أو حتى إجتماعية واقتصادية لكن تسير الشأن العام وفقاً لكل المجموعة التي تهتم بهذا الشأن العام الذي يهم البلد بما يهم مؤسسات الدولة وما يهم أيضاً المواطن الجزائري الرئيس كرس ونحن نثمن جميعاً بمعنى المثقفين التبقى السياسية الأحزاب السياسية المجتمع المدني والمواطن البسيط هذا المنح الذي صار به حتى يفعل هذا الدور أيضاً فهو يؤسس إلى حد كبير إلى تكريس ثقافة مبدأ التشاور وتكريس ثقافة إدارة الشأن العام كما قلت مع الجميع لأن الأمر يهم الجميع واليوم الجزائر تعيش في تحديات جيوسياسية مهمة جداً تستدعي أولاً الاستقرار واستقرار الجبهة والنسيج الاجتماعي داخلياً حتى يستسنى لنا واجهة الآخر خارجياً وأيضاً التحديات الجيوسياسية كما قلت التي تواجه الجزائر من خلال أعدائنا أو حتى من خلال بعض من أبنائنا الذين يستغلون خارجياً من قبل الأجندات الخارجية التي تستهدف استقرار ووحدة البلاد وبالتالي وعي السيد الرئيس في هذا المجال هو يخدم المصلحة العامة وحتى أن زيارته اليوم إلى العديد من الدول المهمة محورياً سواء في موقف الجزائر فيما يحدث في الأزمات العالمية خاصة أزمة روسيا وأوكرانيا أو حتى ما يحصل في التقسيم الجديد للعالم الاقتصادي في العالم هذا مهم جداً لأن اقتصاد الجزائر يتوقف عليه موقعها وموقفها وأيضاً تموقعها داخل هذا المجتمع الدولي لأننا لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نعيش بمنحة وبمنأة عن ما يحدث حولنا سواء داخلياً أو حتى قارياً أو حتى دولياً هذا أيضاً مهم جداً المشاورات التي قام بها السيد الرئيس هي تعطيه قوة وتعزز موقفه وأيضاً نمشي ونسير في وحدة واحدة وكلمة واحدة ونحن نستحذر تاريخياً كيف أن الدولة الجزائرية ذهبت حتى تقطع سيلة دم وتحدى من هذه الأزمة العنيفة التي عرفتها وكانت وحيدة في مواجهتها وهو الإرهاب وقامت أيضاً بشجاعة وبقوة في موقفها المتمثلي في المصالحة الوطنية وكانت أيضاً مثال يحتذى به في العالم وحتى الدول التي اليوم تراهن وتحارب الإرهاب هذا مهم جداً اليوم نحن بمثابة إعادة الشمل ولم الشمل للجميع نسترجع أبنائنا لأن لا يوجد أي والد ولا والدين بالتحديد من ينفر من أولادي حتى وإن خرجوا الطريق بل نحن الدولة الجزائرية وكل من يهمه الأمر وكل من يهمه استقرار هذا البلد علينا أن نلوم شمعه بعضنا بعض لأن وحدة الجزائر استقرار الجزائر وأيضاً استقلال الجزائر يتوقف على هذا الأمر وأظن جازمة وأصرح جازمة بأن الموقف هذا الموقف أكيد أن لن يختلف عليه إثنين في الجزائر يهمهم أمر الجزائر طيب أستاذ في ظل معطاية جديدة على الصحة الدولية كما قلت قبل قليل في ظل هذه الأزمات والتوترات الدولية وفي ظل مؤامرات تحاك ضد الجزائر لأنه دائما نقولها يعني فيه جهات حاقدة على الجزائر طيب هذا يحتاج مننا يعني إلى تعاون وثيق بين كل مكونات الطبقة السياسية بين كل القوى الحية في المجتمع الجزائري من أجل بناء وتقوية الجبهة الداخلية كيف يعني نقوي الجبهة الداخلية برأيك أستاذ فعلا نقطة مهمة جدا أستاذ محمد كما ذكرت اليوم رانا في عالم والفكرة رهي واصلة الحمد لله وش يعجبك في الشعب الجزائري أنه شعب نبيه بالفترة شعب نبيه بالفترة وشعب قد يعني قد ما يكثر التخلاط والمغالطات ولكن لا ينساق ولكن لا ينساق وقت الصح وقت الصح حتى تقول أنت راه البعض ربما تلقاه باصية تقول أنت راه رهما وش مبرونش في وش وجري في العالم لكن في المواقف أنت علمي حك لما يتعلق الأمر بالجزائر وبسيادتها وبما يحك ضدها ما تفهموش تلقاه وحده واعي وفهم فنهيك عن طبقة سياسية والطبقة المدنية المجدعم المدني لراهي شاريك اليوم الحمد لله راه واضح بلع ذكاين وعي واستيعاب كبير أولا للمؤامرة اللي بعيدا عن أي شعباوية ربما بعض الأطراف منه منه خارجية يقول لك ركو تهولوا ركو تضلوا هذا واقع والأدلة موجودة والإثباتات موجودة والمظاهر كثيرة ومتعددة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الرياضة وفي 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 في كثير من المجالات كان محاولات كبيرة لإغراق الجزائر بالمخدرات والمهلوسات لضرب شبابها في العمق لأن الشباب هو القوة المحوارية للبلاد ولكن الحمد لله قوات جيشنا وكل القوات المشتركة اللي نستغلوا هذا الفرصة ونوجه لهم تحية وقوات الدرك الوطني وقوات حرس الحدود وقوات الجمارك وقوات شرطة وكل الفصائل الأمنية راهي واقفة والحمد لله متصدية بحكمة وقوة لهذه الإدخالات و لهذه الإغراقات حتى منظومتنا القانونية ونستغل الفرصة ونحن على مستوى في مجال القضاء ورانا مرتقبين في قوانين حتى تزيد تنظم هذه المهلوسات باش العدالة الجزائرية تتعامل مع هذه المافيا المتواطئة في إطار المكافحة بكل صرامة وبكل قوة وبكل فعلية إذن طبقة سياسية نظن راهي وعية والتجاوب مع المبادرة اللي قام بها سيد الرئيس لحد الآن سمعنا كل الأصوات المزكية لأنه رانا خلاص رانا عالم رانا صراع على تموقع عالمي راه تحدي انتع أمن أمن مائي أمن غذائي أمن دوائي أمن طاقوي راه الحرب والصراع على مستويات عليا ما نبقلوش احنا خاوة التي تقتلوا في بعضنا انت اللي تربح والله نندي نربح وفي الأخير احنا الخاسرين تربح انت انا ربح نربح انا انت ربح وهذه القاعدة اللي احنا كاملين كجزائريين وبالتالي جاءت هذه المبادرة انتع السيد الرئيس وهي مبادرة اليد الممدودة اليد الممدودة لكل جزائري فيها رسائل كبيرة للخارج الجزائر كبيرة وتسعوا كل أبنائها جميع أبنائها هذه رسالة كبيرة الجزائر كبيرة وكبيرة عليكم وتسعوا كل أبنائها ولداخل أيضا حان الوقت عندنا ملفات ريتستنى إصلاح اقتصادي وإصلاح اجتماعي اللي بيها لما نصلحوها نعزوا مواقفنا سياسية السيدة والمشرفة اللي راي تقوم بها الجزائر راي تسنى فينا مدى بينا نمشو فيها جميعا مجتمعين لأنه لما تتكثف الجهود ونكملوا بعضانا والجزائر ما تستغني حتى على واحد راي يجي دار كل واحد منا لابناء ما نخلو حتى بلصة نقصة كامل المجال الره مفتوح نتعاونوا جميعا إلا المبادرة استثنت الذين أداروا ظهورهم للوطن هذوك ما يلزمونه اللي يعطى ظهروا لبلاده الوطن الشهداء الوطن الذيناء اللي تعدى خطوط الحمرة اللي ما زال يتكلم على ويشكك في وحدة وطنية اللي يشكك في كده هذلك نقوله ربي يهدي هذي الساعة ما يلزمونه حتى يرجع إلى جادة الصواب أما غيره من أبنائنا في الجالية من أبنائنا هنا في الوطن في مختلف مهما اختلفت مشاربهم وآراءهم السياسية واختلفت الباب اليوم مره مفتوح والوطن والمبادرة تسعة جنيه دور المجتمع المدني الآن أستاذة فتني يا منار لرص الصف الوطني وتقوية الجبهة الداخلية الآن في ظل هذا المعطيات وكذلك التحديات لتواجه الجزائر يعني كيف نقوي ونعزز الجبهة الداخلية عبر المجتمع المدني صحيح بطبيعة الحال أنا فقط أريد أن أضيف إلى ما قاله الزميل وهو مشكور على هذه التحليلات أن نلاحظ بأن الجزائري عندما يتعلق الأمر بوحدة الوطن يتناسب كل الاختلافات والخلافات التي يمكن أن تحدث فيما بيننا فيما بعضنا البعض والدليل على ذلك أنه عندما ما يعرف بالربيع العربي لم ينساق الجزائري لأن الأمر يتعلق بوحدة الجزائر وبأمن الجزائر وهذا أيضا مثال وتحدي للعالم ورسالة قوية جدا أيضا لكل من يريد أن يعصف بهذا الاستقرار أيضا ما نلاحظه في الاستحقاقات الانتخابية عندما كان موقف المعارض من قبل الأثفاس وكان دائما معارض للانتخابات وأيضا مقاطع لها لكن عندما تعلق الأمر بما صرحه وزير خارجية المغرب في الأمم المتحدة باستقلال ما بين قوسين ما يعرف باستقلال منطقة القبائل تدخل حزب الأثفاس وأعلن مشاركته في الانتخابات المزمعية قيامها والمحلية وكانت رسالة قوية جدا لكل العالم بأن الجزائر واحدة موحدة ولا تفرقها أي تفرقات ممكن أن يستغلها البعض من هنا أو هناك أعود إلى أنني باعتبار أنني عضو في المرصد الوطني للمجتمع المدني ونحن منذ يومين فقط قمنا بعمل مكثف مهم جدا بتشاور مع طبقة المجتمع المدني من فيدراليات ومن جمعيات ومن طبقات المجتمع المدني وحتى النخبة وهذا حتى نتقارب في رؤية السيد الرئيس فيما يتعلق بلم الشمل حتى أيضا نقرب وجهات النظر حتى أيضا نعزز تلك الوحدات التي تجمعنا ونناقش ما نختلف فيه حتى نجتمع ثانية على ما يوحيدنا وليس ما يفرقنا وهذا مهم جدا أيضا ما تليه الدولة الجزائرية اليوم سواء من تشريع باعتبار أن المرصد الوطني هو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية وهي أيضا في مدى مدسرة وهو مهم جدا حتى يعطي القيمة الحقيقية الدستورية للمجتمع المدني وهذا في حد ذاته إنجاز وقد أضفى الثقة لدى المجتمع المدني حتى يكون شريكا فاعلا في الحياة السياسية وفي أيضا تسيير الشأن العام لأن الأمر يتعلق بالمواطن اليوم المواطن حقيقة هو متخندق في الكثير من الجمعيات والفيدراليات وما يهمه من الشأن العام لكن تأطيره تأطير المجتمع المدني بهذا الشكل الدستوري وهذا الشكل القانوني سوف يعطيها القوة ويعيد أيضا كما قلت الثقة بين مؤسسات الدولة وبين المواطن وهذا ما نراهن عليه اليوم جميعا وليس فقط المجتمع المدني أو المرصد الوطني وإنما الأحزاب السياسية النخبة المثقفين الجمعيين أسرة الإعلام الكل يجب أن نصب في هذا الوعاء لأن هذا الوعاء هو الذي يشكل صمام الأمان الحقيقي بالنسبة لكل الجزائريين اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد أن اليوم الكل أصبح مقتنع بأن هناك هجمات مبرمجة وهجمات أيضا ممنهجة ضد الجزائر حتى تضرب استقرارها سواء بشكل مباشر أو شكل غير مباشر لكن اليوم أعتقد أنني أراهن على وعي المواطن الجزائري حتى المواطن البسيط في الجزائر العميقة لا أراهن فقط على من لديه خزان ثقافي وخزان سياسي من خلال نضاله ولكن اليوم المواطن الجزائري يعي جيدا بأنه مسهدف يعي جيدا بأن وحدة الجزائرية في وحدة كل أبنائها بجميع الطبقات السياسية والاجتماعية والثقافية وحتى الاختلافات التي نختلف فيها من خلال موقعنا ومن خلال موقعنا أيضا نلاحظ بأن لم تعد هناك تلك النعرات والتفريقات هذا قبائلي وهذا شاوي وهذا مزابي وهذا الكل توحد وذابت في جبهة الجزائر وليس غير وحتى بالنسبة للأحزاب السياسية سواء كانت معارضة أو مولاة أو معتدلة أصبحت تصب في هذا المنحة بأننا نختلف فيما بيننا لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر فنحن في خط واحد هذا مهم جدا تعزيز الجبهة الاجتماعية أيضا الاشتغال على الشاب المواطن الذي هو يراهن عليه في أنه سوف يحمي البلد لأنني لا أشاطر أخي حقيقة أنني معه في أن المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية متوازيتين ويتقاطعان في وحدة الجزائر واستقرارها وأمنها والحفاظ عليها لكن في حقيقة الأمر المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية محدودة العدد لكن اليوم الجزائر تستحوذ على 45 مليون مجاهد باستطاعاتها أن يجاهد مثل ما جاهد المجاهد والشهيد بالأمس ويحافظ على هذا الاستقرار لأننا لم ندفع الشيء البسيط حتى نستقل وبطبيعة الحال سوف لا نتنازل على هذا الاستقلال لكن اليوم نراهد أيضا على الأمن الغذائي الأمن الصحي الأمن الاجتماعي حتى نصل إلى الأمن العسكري في الشقة الثانية لنقاش سنتحدث عن الحركية الدبلوماسية الكبيرة للجزائر والأجانب الذين تأكدوا بأن الجزائر الآن تطرح العديد من فرص الاستثمار والجزائر المقبلة على قانون جديد للاستثمار وأن الجزائر أصبحت الآن تمثل الحليفة الاقتصادي والاستراتيجي فاصل إعلاني 8 تحية مسائية مجددة لكم مشاهدين عودة لسكمال النقاش مع ضيفية في البلاطو كل من الأستاذ أبو بكر أحمد النائب المجلس الشعبي الوطني عن حزب الارندي والأستاذ في القانون فتني منار أستاذ أبو بكر أحمد الآن في ظل الحمد لله معطيات جديدة الآن في ظل إصلاحات كثيرة بشرتها الجزائر الآن في حركية دبلوماسية كبيرة نقول باتجاه الجزائر من خلال العديد من الزيارات الرسمية لوزراء خرجية كبرى دول من خلال هذه الزيارات التي زيارة الدولة التي يقوم بها سيد الرئيس إلى العديد من دول الآخرها كانت في تركيا الآن الأجانب تأكدت لديهم أنه الآن الجزائر أصبحت تمثل حليف اقتصادي حليف استراتيجي وأنه الجزائر لديها فرص استثمار كثيرة خاصة الكل ينتظر القانون الجديد للاستثمار نعم سيد محمد في هذا المحور الهام محور الاستثمار الأجنبي ولا حتى المحلي والجزائر أصبحت الآن حليف اقتصادي وستراتيجي نشوفوا هذه الزيارات الكثيرة للعديد من دول الجزائر حليف اقتصادي وستراتيجي فعلا لأنه خي محمد ربما سابقا اللي كان يخص لأن المكنونات نتعى الجزائر من بكري المكنونات كانة ودائما وموجودة وفي شدة القطاعات كان يخص لخوف المستثمر الأجنبي وحتى المحلي ما يسمى ببيئة الاستثمار البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري هو اللي كان أم بفلو اليوم السيد الرئيسه منذ فترة وهو يجو بالعالم كثير من الزيارات تكلموا على زيارته القطر الكويت إلى تركيا وغيرها هذا وحده يعني يعطي ضمانات كبيرة وقوية إلى أن الرجل الأول في البلاد القائد الأول في البلاد هو اللي ره يعطي ضمانات الأمن الاستثماري الاقتصادي لأن الرئيس في زياراته اللي اختلفت ربما على زيارات سابقة في أهم كثير من محاورها فيها شق الاستثمار وشق الرجال الأعمال وشق اللقاءات والمحاور الحقيقية على الاستثمار لأنه نرجع ونقوله اليوم المواطن البسيط والجزائري عنده نخوته على بلاده عنده ما تمثلوش في بلاده لكن ما نشق واحد آخر نقولوها اجتماعيا كان شيء من المشاكل لوحد الدوامة اللي ره يضور فيها وقود خلافها لأسباب كثيرة ليس مجال ذكرها اليوم وراه يرى يشوف في ذاك الباصيس انتع انه يتنفس السعادة رغم انه كما قلت واقف وثابت في بلاده من أهم المحاور انتع هذا الباصيس هو هذا الاستثمار الخير انتع الاستثمار نقول لك يا محمد ومثال واقعي اليوم اليوم أنا في ولاية وتوكورت عشرات الشركات الأجنبية اللي راهي اليوم في توكورت في معاينة انتع أرضية انتع محطة للطاقة الشمسية او الكهروضوئية اللي هي ضمن مشروع عملاق انتع وزارة الطاقات المتجددة واللي يمس خمس ولايات من بينها الحمد لله ولايتنا تقول اليوم شركات أجنبية من أمريكا من أوروبا من إفريقيا راهي اليوم تكلموا على واقع مناش نتكلموا في خيال تكلموا في واقع ملموس وباغية تدي هذا الصفقة إذن مناخ الاستثمار عاد كاين عليش عاد كاين لأنه نرجع نقول قانون الاستثمار اللي غدوة إن شاء الله من المتوقع بإذن الله وغدوة رهو مبرمج في طاولة السيد الرئيس وفي مجلس الوزارة واللي ربما الكثير قال لها قانون طول بزاف طول يطول عليش يطول القانون لأنه واش ضرنا لسنوات سيلان ستابليتين نديروا قانون نديروا قانون نديروا اليوم وطيوش غدوة ماهوش قانون اللي يعيش السنوات اللي يخلي المستثمر الأجنبي وحتى المحلي كي يجي يستثمر ويضخ ويحط أمواله على باله على مدى طاول كيفاش أموره تسار سيب بورسا ياخد وقته اليوم هذا القانون في كل الاستشارات اللي لازمة باش نديروا ما يسمى بالأمن التشريعي أو الأمن القانوني اللي هو يعطي ضمان للمستثمر عاملين باش يكون استثمار حقيقي وكيما ذكرت النشاط الدبلوماسي الكبير اللي عرفته الجزائر إضافة إلى خارجات سيد الرئيس رأي الجزائر رأي قبلها اليوم رأي رئيس لجنة الدفاع روسي اليوم رأي هنا وبالأمس كان لعنا ما أستقبله سيد رئيس البرلمان من الشعب الوطني واليوم مع زميننا في لجنة الدفاع رئيس وزراء الإيطالي رأي وزير الخارجية للروسي وزير الخارجية الفرنسي الناس في العالم من أمريكي الناس متحرك تتحرك لأنها شفت كائنا ما ناخد استثمار بإذن الله سينطلق أنا برك حاجة واحدة نقولها لينا احنا كجزائريين النص القانوني بإذن الله رأي قريب واجد وعن قريب يكون فيناليزي المناخ على العموم رأي موجود بقي احنا كمستثمارين محليين جزائريين بقي احنا كمواطنين لأن هذه بلادنا ونخدمه احنا لازمنا نشمره على سواعدنا ونعزمه ثاني احنا على الاستثمار الفعلي والحقيقي يزينا من السنوات السابقة انتع مستطبر بالاسم تعبر مستطبر بالاسم انتع كذا ندي لو تيران وندي القرض من البنكي وأيضا ونستنزف الحجينة العمومية ونستنزف أيضا المنظومة البنكية باش نتكلموا على مناخ استثمار لازم تمشي العديد من الإصلاحات خصوصا المالية والمصرفية ونتكلم عن البنوك الناس اللي راي في البنوك وشد مدير وكذا وقاعد يتعامل بعقلية المال البالك وبنك العموم يسلك الناس الدراهم اللي يجي هذا الوقت ما عادش يصلح وما عادش يمشي والسيد الرئيس الهواضح الناس اللي عاد تخدم في البلاد وتمشي في البلاد تشمر على ساعدها وتبرهم لأنه السيد الرئيس واحده وما يقدرش لازمنا بكل جميع كل واحد من موقعه أنت في بنك عندك العديد من الطلبات لقروض استثمارية حقيقية الفولاتريتين ما تخليهاش أنت كبنك أطمح باش تمشي بالعقلية الاستثمارية البورصة ولا يعني راح المصطلح يعني تنح الذهنية أنت كما قلت التسيير الروتيني الكلاسيكي لأن اليوم أو أجنبي خلي بلاده وجي الله هنا يحوس يخدم أيضا أولاد البلاد عندنا كفاءات وعندنا مستثمرين وهذه نرجع لانتعطقات المتجددة كمؤسسة عمومية شمس كريا رسم مشتركة سونا ترك سونا القاز اللي راي عندها 30% من هذا المشروع وهذا فخر للجزائر والجزائر بكفاءاتها وبإطاراتها وبكل هذا الزخم نستطيع باقي برك نعوله ونصدقه ونمشو إن شاء الله بإذن الله ونتمنوا إن شاء الله بإذن الله أنه القانون اللي روض وإن شاء الله يتحط بإذن الله ومتأكد ومتفائل بأنه إن شاء الله راح كما قلت يكون اللي بينا في توقيع بأجديد إن شاء الله يتناول بي الدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار وأستاذة في جزئية أنه الجزائر الآن يعني الحمد لله في حركية دبلوماسية وهذا يدل أنه الجزائر الآن أصبحت رقم محوري ومهم في السياسة الدولية كيف نترجم ذلك في الشق الاقتصادي كيف نقتنم ذلك في الشق الاقتصادي في العديد من اللفات الإقليمية والدولية نعم مهم جدا لأنه الجانب الاقتصادي مرتبط أيضا بالجانب السياسي أنا أتكلم عن السياسة الدولية وليس السياسة الجزائر الداخلية لأنه لاحظنا بأن الجزائر أصبحت وجهة لأنها أصبحت معادلة مهمة جدا جيوسياسية في المنطقة وأنه حتى بالنسبة للصراع أصبحت أيضا الكل يخطب ود الجزائر حتى تتموقع وتتخندق في صفه وتكون أيضا عنصر مهم جدا في هذا الدعم السياسي الدولي ولذلك هذا ما يترجمه أيضا وصول وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وصول وزير خارجية سيد لافروف الروسي أيضا الزيارات التي اليوم تقوم بها الجزائر خارجيا خارج حدودها مثل ما ذكرتم سواء بالنسبة وأعرج على آخر لقاء وهو زيارة السيد الرئيس القريبة جدا لتركيا وهذا ما يعزز أيضا فكرة الاستثمار لكن الاستثمار في حد ذاته يجب أن نهيئ له مناخ الاستثمار المناخ الاستثماري من خلال المستثمر الداخلي أو المستثمر الخارجي لأن المستثمر من خارج الوطن سوف يأتي من أجل كبريات الشركات ومن أجل كبريات المشاريع لكن بالنسبة للمستثمر الجزائري فهو يراهن على مقاربة المقاربة المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ونحن لاحظنا حتى في أزمة كورونا من صمد في العالم هو لبيامو بيامو بيامو في عالم وبالتالي فهي التي لديها القدرة على الصمود أمام كل العواصف الاقتصادية التي يمكن أن تعصف سواء بالبلدان أو بالتكتلات واليوم أيضا نحن أمام صراع نقدي دولي في إطار تعزيز وإرساء خريطة جديدة الاقتصادية وليست سياسية نحن بعرفنا بالقبل سايس بيكو وحتى سايس بيكو جديدة لتقسيم المقاطعات وما تريد أن تستنزفها الدول لكن اليوم نحن أمام تحدي اقتصادي لأن الحرب اليوم هي حرب اقتصادية بامتياز هي حرب صراع بين ليست بين روسيا وأوكرانيا بينما هي بين الروبل الدولار اليوان الصيني العملة الصينية وإضافة إلى أيضا الأورو هذا مهم جدا اليوم الجزائر تعي جيدا بأن المعادلة معادلة يمكن أن تتحقق لكن بتوفير كل ما يمكن أن يساعدها على التحقق من قانون استثمار ونحن مقبلون عليه وقد أخذ أيضا حقه من الطبخ لأن الأمر يستحق ذلك اليوم نحن أمام أيضا ضرورة استقرار للقوانين لأن في استقرار للقوانين هو أيضا ضمانة للمستثمر داخل الوطن وخارج الوطن إضافة إلى أن كل ما يتعرق بيتعلق بالعوائق والعرقيل من بيروخراطية ومن عقار صناعي ومن جمركة ومن عملة ومن نظام بنكي ومن عقلية أيضا لأن عقلية المواطن يجب أن تتغير وتتقبل الآخر لاستثمار نحن كلنا يجب أن نتخندق في هذه النقطة لأن الحرب اليوم ليست كما كانت على سابقتها الحرب الكلاسيكية بالدبابة والرشاش اليوم الحرب هي حرب غذاء أخذ عنك الغذاء أو أمنعه عنك أعطيك الغذاء أو أمنعك عنك واليوم نحن لم نصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي أعتقد حسب تقديري أن قانون الاستثمار متوجه إلى تحقيق الاكتفاء الغذائي وبالتالي الاكتفاء أيضا الاقتصادي وعندما نحقق الاكتفاء الاقتصادي سوف يمكن أن تكون لدينا قوة حقيقية في المجتمع الدولي وتكون كلمتنا حقيقية وصعبة وقوية جدا في هذا المظار وأظن بأن السيد الرئيس أيضا ما يقوم به بدبلوماسية هو إعادة الجزائر إلى الساحة الدولية وتموقعها في موقعها الحقيقي الذي كانت عليه وتراجعت عنه هو يريدها أن تعود إلى هذا الصف باختصار الآن معالم الجزائر الجديدة تضحت من خلال كل هذه الإصلاحات ليمست العديد من المجالات أستاذ نعم الحمد لله أخوية محمد برك أنا نقولها بالمختصر الإنسان اللي ما يحبش يشوف ما هو ناصع وأبيض ما نقدرش نقنعه مش حب يشوف لكن الإنسان الموضوعي في الخارج وفي الداخل الحمد لله في الداخل رأنا التفاف على مستويات مختلفة والحمد لله راكاين ونزيد نرجع المساج نتاع السيد الرئيس بلم الشمل أعطاه كل المسؤولين المحليين ما عنديش مسؤول في الجزائر بغا يقول الرئيس ليمشي في طريقة أخر غير لم الشمل وغير وحدة الجزائريين ليعنده مسؤول محلي والله مسؤول مركزي وعنده فراس وفكرة أخرى أو ممارسة ليتسبب فرقة بين الجزائريين مهما كان شكلها ولا تفاصيلها رسالة السيد الرئيس واضحة باللي راك دي باسي راهوا عندنا لوسانك جوي بغيين نحتفلوا بجزائر واحدة موحدة بكل أبنائها مع بعضهم بش تكتمل الفرحة لأنه الدار لما تكون ولو فيها ولد ولا بنت غلط في النهار العيد لو كان ما يكونش في الدار فرحة تكون ناقصة رغم أنه هو المذنب وهو غلط صح لازم يكون حاضر ونحن في التجمع الوطن الديمقراطي إن شاء الله ماشيين في هذا المسار وندعمه لأنه مسار عزة وفخر الجزائر شكرا شكرا استراتيجية الدولة هي المضي قدما إلى تحقيق رقي الجزائر بلمس جزائر جديدة حقيقية يعيشها المواطن ويحسها وينتمي إليها ساعدت كثيرا باستضافة الأستاذة الفتنية مناهر أستاذة القانون ساعدت كثيرا باستضافة النائب المجلس الشعبي الوطني عن حزب الارندية ببكر أحمد شكرا جزيلا لكم ومشاهدين ختام البرنامج السلام عليكم